السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أخبارنا الفلكية عن انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج القوس لبرج الجدي يوم الثلاثاء ثلاث وعشرين كانون الثاني يناير كوكب الزهرة كما هو معروف هي كوكب السعد الأصغر اللي هي يعني بتعطي الطاقة الإيجابية لا أي برج بتدخل فيه ولا نفس صنف البرج يعني الأبراج الترابية بهم أنه بديدخل على ترابي والأبراج المائية كوكب الزهرة هو كوكب العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والميول الفني ولكن من سلبيته لما بيكون منتحس أو بشكل زوايا سلبية بعض الغيرة وبعض العنادة الساعة ثمانية وأربعة عشر دقيقة من صباح يوم الثلاثاء ثلاثة وعشرين واحد بده ينتقل من القوس لبرج الجدي ورح يظل بحركة أمامية لغاية الساعة أربعة وأربعة دقائق من عصر يوم ستعاش اثنين رح يشعروا موليد برج الجدي بتحسن عالي جدا بيركز أكثر شيء على الشكل الخارجي بيشعروا بقوة العاطفة انجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم برضو بيستفيد معهم زي ما حكينا اللي هم برج الثور والعذراء والسرطان والعقرب والحوت وكل شخص لمن ولد كانت الزهرة موجودة بالأساس بالخارطة الفلكية يوم ميلاده في برج الجدي وعادة هذول الأشخاص اللي بين ولدوا وبتكون الزهرة موجودة في برج الجدي العقلاني اللي مش عاطفي يعني بيحب الأمور العقلانية والعملية أكثر فهذول أول ما بتتعامل معهم يعني بتشعر كأنهم باردين عاطفيا أو ما عندهم عواطف ولكن لما تحتك فيهم ويقتنع تماما بإنه هذا الشخص اللي هو بيحبه أو بده يحبه بتبين عواطفه بشكل برضو عقلاني عشان نحدد إنه وجوده في برج الجدي رح يكون سعيد ولا منتحس لازم زي كل مران ننتبه للزوايا اللي رح تتشكل لأنه على حسب الزوايا منحدد مقدار السعادة اللي رح يكون فيها أثناء وجوده في هذا البرج أهم الزوايا اللي رح يشكلها طبعا الزوايا مع الكواكب الكبيرة أما مع القمر فما رح نذكرها في هاي الحلقة أول زاويا رح تكون يوم الأحد ثمانية وعشرين واحد وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك والتواصل الجيد العاطفي والفكري ما بين الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الأثنين تسعة وعشرين واحد وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية بالسلوك والتعامل وبرضو بتساهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتساهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا يعني بيفتقروا للمرونة في التعامل وبتعزز الذائق الفني والقيم الجمالي لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك يعني ما اللي هي الفن والديكور تجميل أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الأربعة سبعة اثنين زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس ابتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية رح تكون يوم الثلاثة ثلاثة اثنين وهي زاوية تسديث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لا إلا زي ما لاحظنا أنه كل الزواية اللي رح تكون هي زواية إيجابية إذن هو رح يكون بطاقة رغم أنه وجود الزهرة بالجدي ما بتعطي الطاقة الكبيرة إلا أنه رح يكون في إيجابية عالية جدا وطاقة إيجابية من الزهرة وبتعطينا نوع من أنواع السعادة العالية إلا لما تشكل الزواية التربيع مثلا ما بينها وما بين القمر أو التقابل أو أشياء من هذا القبيل طيب خلينا نشوف إيش التأثيرات اللي رح تكون على الأبراج بالفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هنا بتتركز الاستفادة على تدعيم مركزهم الاجتماعي والدفع بمصالحهم في مجال العمل طبعا وجود الزهرة في بيت العمل والصحة بتفتح أمام موليد برج الحمل الكثير من الفرص اللي بيحققوا من خلالها مشاريعهم الخاصة وإظهار أفكار بناء للعلن يعني بمعنى آخر إنه في عندهم فترة طويلة بيشعروا فيها بالنشاط الحقيقي للعمل المتواصل وكثير من اللقاءات اللي بتضع النقاط على الحروف وبرضو في إنجازات كبيرة لعملهم أو على نوعية العمل اللي بيشتغلوا فيه وبتزيد المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هاي الفترة ممكن شوي يحسوا ببعض الإرهاق ولكن عندهم قدرة عالية على تجاوز ذلك حاولوا تخفيف من توتركم النفسي والابتعاد عن المحاكمات الغير مسؤولة للآخرين صحيا هاي فترة مناسبة للعمليات الجراحية والتجميلية واتباع البرامج الغذائية المدروسة أما عاطفيا بتعيش حالي من الهدوء العاطفي نوعا ما وبرضو بتزداد كل ما حاول تفهم الطرف الآخر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيستفيدوا في مجال الدراسة الأكاديمية والمواضيع القضائية والسفر البعيد والهجرة وعمليات الاستيراد والتصدير أحلامكم بالسفر البعيد والانتقال لعالم آخر يعني بتكون هي أكثر الأشياء اللي بتركز عليها خلال هاي الفترة بتجد صدى حقيقي في هاي الفترة لا سعي لهاي الأمور كفيزا هجرة أو مراسلات مع أشخاص خارج البلاد وبتكون العبواب مفتوحة أمامك بقوة هاي الفترة برضو جيدة للأشخاص اللي بيعملوا بمجال الاستيراد والتصدير أو الدراسات الأكاديمية العليا اللي بدهم يدرسوا خارج البلاد وبتكثر الاتصالات الخارجية في هاي الفترة ممكن تتعرف على أشخاص غرباء عنك وهذا الشيء ممكن يدخل الفرح لقلبك بارتباط أو شراكة جديدة أو عمل جديد فيه أشخاص ممكن يودعوا أشخاص مقربين أو أحباء في هاي الفترة بسبب السفر وبتطلقوا مساعدات من أشخاص بيقيموا في الخارج أو خارج البلاد وبتكون هاي المساعدات مادية أو معنوية برضو بتفتح لك الفرص لعقد صفقات أو توقيع عقد ناجح ومن اللي بيكون عنده بعض الدعاوى القضائية يمكن الآن الدخول فيها أو حلها سلميا أو ممكن أنه تكون النتيجة لصالحه عاطفيا بتعيش شهر من الحميمية والدفع وبتشعر بقوة العاطفة تجاه شريك العاطفة وبتكون سند وعون لإله بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا دخول الزهرة للبيت الثامن هنا بتفتح فرص لمكسب مالي بيجي من تركة أو ميراث أو تعويض أو شراكة معينة وممكن تحصل على قرض أيضا دخول الزهرة برضو بيدفع باتجاه العمل بالعقارات أو الاهتمام بالعقارات أو السكن أو الإرث أو الأموال المشتركة يعني أنت أمام شهر مناسب للحصول على تعوضات مالية أو المطالبة بترقيات على مستوى العمل أو تحسين وضع اجتماعي أو عملي فيه يعني ممكن يكون فيه مشروع كنت بدأت فيه من فترة قريبة بتجد أنه بلشت تجني ثمار هذا المشروع الأسيمة يعني بوجود عطارد اللي بيدعمك في هذه المسألة ويمكن الدخول في عمليات بيع وشراء وتبادل العقارات أو السكن أو تغيير السكن أو استئجار سكن جديد أو تحسينه عاطفياً بتميل الأجواء الحميمية يعني لا تعيش شهر من المشاعر الجياشي مع الشريك العاطفي وهاي الفترة المناسبة لأعلان خطوبة أو زواج برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعززوا شراكاتكم في العاطفة بما أنه رح يكون في بيت الشراكة المالية والعاطفية فهنا تعزيز شراكاتكم العاطفية بإتمام خطبة أو زفاف وكذلك في مجال العمل المعارضات والمعاكسات اللي كنت بتعيشها الفترة الماضية هنا بتجد إنها رح تذهب إلى غير الرجعة في هذا الشهر لأنه بيحملك كثير من الأجواء الحميمية الدافئة بسبب وجود الزهرة اللي بتدعمك بشكل كبير وبرضه بتخفف من حدة المواجهات العاطفية وبتكون قادر على إظهار مشاعرك بكل وضوح وقادر على إدارة الحوار في أشخاص بيحاولوا أنهم يتقربوا منك وبيجدوا فيك شخص جذب ومغري برضه بتجد نفسك مهتم بمظهرك الخارجي وبتتلقى إطراء عليه من المحيطين من الجنس الآخر ماليا بتلاقي مساعدات كبيرة من الجنس الآخر أو بتتلقى مساعدات في هذه الفترة فمنكم أشخاص ممكن يعرض عليه مساعدة أو دعم أو الدخول في شراكة مالية استفيد ما أمكن من العروض المقدمة لإلك في هذه الفترة إذا كان في أمور قضائية بإمكانك حلها بالطراضي في هذه الفترة حتى تصير الأمور لمصلحتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا دخوله للبيت السادس بعزز العلاقة مع الزملاء بالعمل وتتاح الفرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن يجب الحذر من البدانة بتعيشوا فترة من الأجواء الدافئة في أجواء العمل وبتكون محاط بالكثير من الزملاء اللي بيظهروا مودتهم ورغبتهم في التواصل معك إذا كان في أي خلاف مع أحد الزملاء في العمل حاول أنك تسعى بهاي الفترة لحل الخلاف لأنه راح تكون قوة داعمة وطاقة إيجابية إلا إلك ولا اللي حواليك وهي الفترة ولا سيما أنه راح تكسر الروتين اللي سيطر عليك في الفترة الماضية في برضو بتحملك هاي الفترة موعد مع الحب في وسطك العملي فثم من يحاول التقرب منك من الجنس الآخر بهدف إقامة علاقة حب أو صداقة بعيدة عن أجواء العمل والروتين ولكن بدك تحذر من رغب تكل فائضة للأكل والإنغماس في ملاذات الطعام لأنه هذا الشيء يعني بيهدد بالسمن والبدان بالنسبة لموليد برج العذراء بتجتازه فترة حظ عاطفي ومالي وبتستفيد النسوة أيضا اللي عندهم رغب للدخول بالحمل بهاية الفترة واللي بيعانوا من مشاكل بالحمل بيقدروا يستغلوا هذا الشهر لهذا الموضوع مع وجود الزهرة في برج صديق لإلك بيقدم لك كثير من الفرص الإيجابية بتنفتح أمامك الأبواب اللي كانت مغلقة في الفترة الماضي ممكن تلتقي بأشخاص بتعيش معهم أوقات سعيدة وممكن تتطور هاي العلاقة لتصبح علاقة حب جارفة أو تتوج بالزواج أو بالارتباط الرسمي كل الأمور بتصير لمصرحتك الشخصية وممكن تصلك أموال غير محسوبة زي نقل ملكية، هباة، هدايا، تكريم أو حتى ربح جائزة مثلا وأغلب هاي الأرباح يا إما بتيجي من الأحبة يا عن طريق زواج أو الزوج أو الزوجة استفيد من الطاقة المائية العالية أو الطاقة الترابية الموجودة الإيجابية وحاول أنك تضع مخطط واضح لطبيعة علاقاتك في هاي الفترة ممكن تكون مشوش في طبيعة علاقتك العاطفية ولكن الفترة هاي بتستقر الأمور فكريا أكثر برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن وبيعززوا الروابط العائلية على الرغم من طبيعتك الصارمة والقيادية اللي بترفض الخطأ هاي الفترة بتكون متسامح وودود أكثر وبتحاول أنك تحل الخلافات بطريقة هادئة ذات طابع محب ولاسيما في إطار العائلة ممكن تتقرب من أفراد الأسرة أكثر أو تحاول إشراكهم في تنظيم الأمور داخل المنزل هاي الفترة المناسبة لأدخال تعديلات أو تحسنات جمالية زي ديكور أو أثاث جديد أو تغير ترتيب البيت مثلا وممكن تهتم كثير بشراء التحف والأشياء الثمينة يمكنك الدخول في معاملات بيع وشراء بقوة وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال العقارات وبيع الشقاق والأشياء اللي من هذا القبيل أو الأثاث برضو تجيك كثير من العرباح المالية جراء ذلك عاطفيا فترة مناسبة لا تفرح بأحد أفراد الأسرة زي خطبة أو زواج أو جائزة أو مولود جديد أو شخص مسافر مثلا بيرجع لأرض الوطن وبرضو حاول أنك يعني تلين مخك شوي وتقدم بعض التنازلات عشان تفرج عن من تحب هاي أولى واثنين في أفراح في العائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يعني بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والامتحانات والفرصة متاحة للأشخاص اللي بيرغبوا في شراء سيارة أو أجهزة إلكترونية ويمكنكم برضو تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران على الرغم من طبيعتك الاحترازية والمترددة أحيانا في التواصل والتعارف إلا أن هذا الشهر رح يكون مختلف تماما رح تكون محب للتواصل والاتصال مع الآخرين وبتحاول الخروج من أجواء التوتر اللي مرت عليك تجد أنه علاقتك بإخوتك وأخواتك في أفضل حالاتها يمكن حل أي مشكلة عالقة مع أحدهم التجار برضو اللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية عندهم فرصة كبيرة جدا للتبادل التجاري بيع وشراء وتنشيط الحركة التبادلية والحصول على أرباح كبيرة ابتدعمك الزهرة للبدء بعلاقة عاطفية حقيقيقية في هاي الفترة ممكن تدعيم علاقاتك القائمة وبرضو تعزيز العلاقة بالإخوة والعلاقة العاطفية إجمالا وبيظهر معدنك الطيب أكثر فأكثر برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا تتاح الفرصة لمكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي وما زالت الأجواء إيجابية اللي عشتها الفترة الماضية مستمرة ولكن راح تكون على المستوى المادي والمالي أكثر على الرغم من وجود بعض المناثصات الصغيرة ولكن وجود الزهرة في بيت المال بعزز مركزك المالي بامتيازه وبيفتح أمامك الفرص الكبيرة للكسب المالي وإتمام المعاملات المصرفية والدخول في سوق البورصة بقوة فعالة بتكون نشيط ومتفائل في عملك ورح تسترجع بعض المستحقات القديمة أو الديون المستعصية هاي الفترة بتجد نفسك قادر على التخطيط الجيد لبعض ميزانيتك والبحث عن طريق طرق مختلفة لكسب المال لا سيما بمساعدة ودعم أشخاص من الجنس الآخر عاطفيا بتمتلئ خلال هاي الفترة بالكثير من المشاعر الفياضة تجاه من تحب وبتعمل جاهد لإرضاء الطرف الآخر أهم شيء ما تتراجع في الأشياء اللي بتفكر فيها خلال هاي الفترة وخصوصا إذا كانت في المجال المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا أكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا في خلال هاي الفترة مع دخول الزهرة لبرجك يعني أنك مقبل على فترة من الأجواء الحميمية الدافئة والحضوض ابتجعل منك شخص ودود ومحب وأيضا ذو مظهر جذاب ومرغوب من الجنس الآخر ثم من يحاول التقرب منك والتودد لا إلك بشكل كبير بالفترة هاي وبإمكانك أنك تعزز علاقتك بشريكك العاطفي ممكن يبدأ العازبون علاقة عاطفية جديدة أو يخطو خطوة باتجاه الارتباط ممكن تلتقي بأشخاص بتحبهم أو تقضي أوقات سعيدة برفقتهم برضو هاي الفترة ممتازة للمصالحات وخصوصا العلاقات اللي كانت متردية أو عليها بعض المشاكل أو كان بينهم بعض المشاكل الآن للمصالحة هاي فترة جيدة إذا كنت من صاحب موهبة أو كنت صاحب موهبة يعني بتدعمك الزهرة الموجودة في برجك بتظهر تقدم واضح فيها وبتميل هاي الفترة لكل ما إلو علاقة بالتجميل والتزيين ماليا تمنحك الزهر الكثير من الفرص الحقيقية لكسب المال ولا سيما تلك التي تأتي بمساعدة أشخاص من الجنس الآخر حاولوا الاستفادة من هاي الأجواء الفلكية في التخفيف من توترك وانفعالك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسسة كبيرة يعني لأنه هي موجودة في بيت المتاعب وبيت المؤسسات الكبيرة فبيبدأ التركيز على المؤسسات أو عمل مع مؤسسات كبيرة أو أشياء من هذا القميل ومنكم أشخاص ممكن يبدأ بعلاقة غرمية خفية من وراء الكواليس وجود الزهرة في بيت متاعبك يعني رغبتكم في التكتم والسريه في علاقاتكم العاطفية ممكن تشهد هاي الفترة النشاط العاطفي الكبير بعيد عن الآخرين وممكن تحظى بأوقات سعيدة غير عن المعتاد بيزعجك بعض التشهير من أشخاص من الجنس الآخر هناك من يحاول التقرب منك بشكل واضح وممكن تلعب لعبة الصياد معهم إذا كنت من أصحاب العلاقات المتوترة عاطفيا احذر من رغبة الشريك في السيطرة وفرض الرأي بالقوة لا تفكر هذا الشهر في إعلان خطوبة أو زواج أجلها لحد من يوصل الزهرة لعندك بيكون أفضل لأنه بيكون في ثم من هو خفي عنك أو أشياء أو مواضيع أو علاقة أو أشخاص بيثيروا غضبك أو انفعالك في كثير من الفرص الكبيرة للتعاقد مع شركة أو مؤسسة مالية مهمة جدا عن طريق تعاقد غير معلن حاليا ممكن تجني ثماره الشهر القادم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أشخاص جدد ومنهم من ينضم لعضوية نادي أو جمعية الإضطراب والتوتر وعدم الاستقرار اللي كنت بتعاني منه في الفترة الماضية رح يبدأ بالتلاشي من أول يوم دخول الزهرة لبرج الجدي رح تجد نفسك مدفوع بقوة لتعزيز علاقاتك الاجتماعية وتقوية الروابط مع الآخرين من خلال مقدرتك على التواصل وخصوصا مع الأصدقاء يعني عندك فترة من القدرة على تحقيق إنجازات وتحسين صورتك الاجتماعية في المحيط اللي بتعيش فيه وممكن تتلقى اعتذار من أحد الأشخاص اللي أساؤل إلك وفيه أشخاص بيحاولوا أنهم يتقربوا منك في هاي الفترة كأصدقاء أو مسؤولين ممكن تكون محط إعجاب لأن الأضواء بتكون مسلطة عليك في أي مجال بتعمل فيه عاطفيا ثم ما يلوح في الأفق القريب للبدء بعلاقة عاطفية كنت بتسعى إلها من يعني من فترة طويلة ممكن ترجع تظهر على الساحة أكثر هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء